اشتركوا في القناة وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالسفراء واستعرض معهم سيرة العلاقات التاريخية الأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين بشقيقاتها الدول العربية مشيدا جلالته بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور وتقدم في المجالات كافة وأكد العاهل المفدى حرص مملكة البحرين وسعيها الدائم لتعزيز وتنمية علاقاتها مع الأشقاء العرب وتطويرها وصولا إلى أفاق أرحب من التعاون والعمل الأخوي المشترك تحقيقا للأهداف والتطلعات المنشودة تحت مظلة جامعة الدول العربية كما أثنى جلالته على الدور الذي يقوم به السفراء العرب وجهودهم الطيبة لتوثيق وتطوير التعاون والتنسيق بين الأشقاء العرب بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحة العربية وما تشهد المنطقة من أحداث ومستجدات وقد كلف جلالة الملك المفدى السفراء العرب بنقل تحياته وتمنياته إلى أخوانه قادة الدول العربية ولدولهم ولشعوبهم الشقيقة المزيدة من التطور والتقدم والإزدهار وحضر المقابلة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى تشرفت اليوم بلقاء جلالة الملك وفي بداية اللقاء تحدثت بالنيابة عن زملاء السفراء ورحبت بجلالته في بلده وبلدنا الثاني جمهورية مصر العربية وقدمنا وافر الشكر والتقدير على هذه الفرصة العظيمة أن نلتقي بأحد القادة العرب الذين يشار لهم بالبنان وسألناه عن أوضاع البحرين وعن أوضاع المنطقة العربية فشرح لنا كل الخلفيات فتقدمنا له مرة أخرى بالشكر والتقدير على هذا الشرح الوافي الذي طمأننا جميعا على الحبيبة البحرين حقيقة سعدنا قبل لحظات بلقاء جلالة الملك والذي طرح بعض المواضيع التي تهم الأمة العربية وفي المقام الأول هي بادرة طيبة من جلالته في الالتقاء بالسفراء العرب وهذا يقدره كافة السفراء واستمعنا إلى ما طرحه جلالة الملك ورؤيته للأوضاع وتبادل معنا الحديث مشكورا وحقيقة مثل هذه الزيارات تدعم العمل العربي المشترك بشكل عام وهي سنة حميدة من جلالته في أن يلتقي بالسفراء العرب ونأمل إن شاء الله التوفيق للعلاقات العربية العربية بشكل عام ترجمة نانسي قنقر